انتهاك صهيوني جديد لحقوق الإنسان خطته جرافات الاحتلال محمية بالمئات من قواته في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة أكثر من عشر جرافات تابعة لبلدية الاحتلال معززة بخمسمائة جندي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وشرعت بهدم محالة تجارية في المخيم بحجة البناء غير المرخص في انتهاك خطير يضاف إلى سلسلة طويلة من عمليات مشابهة تمارسها قوات الاحتلال بحق المنشآت الفلسطينية عمليات الهدم طالت اثني عشر محلا تجاريا ومحطة للوقود فيما كان ينتظر الهدم نحو ثمانية محل أخرى وقد حاصر مئات من جنود الاحتلال المخيمة ومنع الوصول إلى منطقة الهدم فيما توغلت قوات أخرى وسط المخيم واشتبكت مع الشبان هناك مطلقة قنابل الغاز والصوت واعتدت كذلك على تواقم الصحفيين بالضرب ورشهم بغاز مسيل للدمو وكالة الأنروا أكدت موقفها الرافضة لإجراءات الاحتلال في المخيم بعد اقدام قواته على هدم محالة تجارية فيه من جهتها قالت اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط إنما شهد في المخيم أعاد إلى الأذهان ما جرى في مخيم جنين في مطلع الانتفاضة الثانية بدورها قالت حركة فتح إن ما جرى يتوج سلسلة انتهاكات ارتكبتها سلطات الاحتلال مؤخرا لافتة إلى أن المخيم كان على الدوام شوكة تقض مضاجع الاحتلال وأحد نقاط المواجهة معه أما حركة حماس فقالت إن ما جرى في مخيم شعفاط وقرار نيتنياهو أخلاء وهدم الخان الأحمر يهدف لطرد المقدسيين ومصادرة أملاكهم وتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها وتأتي عمليات الهدم متزامنة مع تسلم رئيس بلدية الاحتلال الجديد موشيه ليون المعروف بتطرفه الديني والقومي مهامه من رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات الذي كان أعلن قبل فترة وجزة عن خطة تفصيلية تتعلق بالمخيم مفادها نزع صلاحيات الأوقاف عن اللاجئين فيه وإسقاط صفة اللاجئ عنهم وقالت البلدية يوم ذاك إن هدف الخطة هو الانتهاء مما وصفتها بكذبة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي ترعاها الأمم المتحدة وتشجعها وتهدف إلى إدامة وضع اللاجئين والمطالبة المستمرة بحق العودة